مع بعض شايفين ده الطبيعي ده هنشيل بس الطبقة اللي فوق دي شايفين لونه الطبيعي البينك الطبيعي ده للشفايف مش بس لونه حلو فيه فوايد وعارفين يا بنات الليب كلوس اللي بيحرق شوية كده وبيعمل بلمينج مش بيكبر الشفايف بس بنورها المكون ده موجود هنا هنعرفه بعد الفاصل نعمل ده كله في حمام بخار على النار هناخد زبدة الكاكاو زبدة الكاكاو دي هتلاقوها عند العطرين عند المحلات اللي ببيعوا الزيت العطرية والحاجات دي هي زبدة ريحتها كاكاو كأنه شوكولاتة دي اللي بتدخل في الكاكاو أصلا هناخد مثلا هتأخد قطع صغانطوطة عشان تسيح معنا بسرعة هناخد مقدار احنا نعمل شوية قليلين معلقة كبيرة من زبدة الكاكاو هنحط لهم قطعتين بوسط جدا لو متوفر امش متوفر اتسوكي ده اسمه بي واكس شمع النحل اوكي ده بدي قوامه بس احنا في الشتاء على فكرة ممكن نتجنبها ليه؟ في الصيف محتاجين حاجة تخليه صالد للشمع في الحر بس في الشتاء سيبوكم منها خالص الشتاء هي الحاجة اصلا لوحدها زيت جوز الهند بيتجمد لوحده هناخد كابسولة من زيت فيتامين اي فتبقى برضو اللي بقلم دي مفيدة لينا وحناخد شوية برضو معلقة صغيرة من زيت جوز الهند اهو معلقة كبيرة اقوله اهو زيت جوز الهند وفيتامين اي الكابسولة وزبدة الكاكاو في اسهل من كده مفيش قولنا البي واكس الشمع النحل ده عشان الحاجة تبقى يعني فرم مسكة نفسها ده للصيف ينفع نساق يفضل على حمام مية ما بحبش تعريض الدهون دي للحرارة مباشرة خليها ببخار مية عالي الحرارة شوية عشان يدوبوا بسرعة اللون هيجي منين؟ اللون هيجي من هنا ما هذا؟ بنجرية واحدة حنبشرها نسلقها الاول ونبشرها ونحطها هي بشوية مية على النار نكثف يعني البخر من السوائل فيطلع عندنا لون مركز بصو مية البنجر هناخد منها لو حبينه يتكثف اكتر واكتر عشان يبقى لونه اغمى هنحط معلقتين يعني معلقة كبيرة من مية البنجر ونقلب نقلب نقلب كده ونحطينا زيت جوز الهند ومع يعني لوحده بيتفتح له حلقة عن اهميته للشعر والبشرة وحطينا عليه البنجر فيه اسهل من كده هنقلبهم بس لحد ما يسيحوا وحنحطوهم على فكرة لو عندكم القلم اللي هو الخلاص في دي ممكن تغسلوه وتفضوه خالص اللي هو الاستيك ده وتملو دمكة تسيبوه يبرده تستخدموه زيه بالضبط تعملو ريفل هاتوا اقول لكم والسلونوس بقى ازاي بينك باين معانا اهو زبدة كاكاو معلقة كبيرة زيت جوز الهند معلقة كبيرة كابسولة فيتامين اي وكمان حطينا معلقة من البنجر كبيرة حابين تركيزه يبقى اكتر نعمله احمر اغمق شوية ايه رأيكم هاتوا نحط شوية كمان بس لو حطينا هنا شوية كمان هقوم عاملة ايه اهو غمق ممكن احط قطعتين تلاتة من الواكس عشان احنا كده قللنا بالسوائل تركيزه فهمتوا اللعبة فين دلوقتي نفهم الواكس بيعمل ايه الواكس بيخليه تجمد اللي زبدة كاكاو حتتجمد بس هتفضل طريه شوية مع ازق مع تزويد المية اه احتاجنا انه نزود حاجة تربط فزودت شوية بواكس لو انتو مش عايزين ومسك نفسه بستيك عادي ممكن يبقى طري شوية من سياحهم ومنحطهم في علبة صغانطوطة زي اللي كانت معايا انا دول بجيبهم من محلات على فكرة اللي هي في محلات بيبقى فيها في المولز جده حاجات شنط الميكوب والحاجات دي بتبقى فيها علبة للترافل تاخدي معاك الشامبو بكميات صغيرة وكده بجيبهم العلب الصغانطوطة دي وبستخدمهم ما اسياح بس بسرعة لانه ده بيفجؤوني انه حلقتنا خلصة عايز اقولكم معلومة كمان اخر حاجة زيت جوز الهند هل تعلموا؟ عايزاكم تبحثوا عن الموضوع ده اسيبلكم الهومورك في حاجة اسمها oil pulling oil يعني زيت pulling يعني سحب وبتستخدم اكتر حاجة فيها زيت جوز الهند منحط معلقتين كبار من زيت جوز الهند في بقنا بيبقى سائل مش متجمد جده ومنعود لمدة 10 ل 15 دقيقة منعمل حاجة اسمها فوق وتحت ويمين وشمال بتعمل ايه؟ اقروا عنه اكتبوا oil pulling الزيت بيدخل عارفين لما لا قدر الواحد يتعب اللي بقى عندهم القلب بيحطوا الحباية فين عشان تدخل على الجسم بسرعة تحت اللسان جسمنا في جلانز وخلايا كتيرة هنا مداخل من بقنا لجسمنا الزيت بيدخل جوه اللوز جوه السنان بيعمل pulling سحب لكل السموم اقروا عنه انا اول ما بسحى الصبح وبفتكر في الايام بفتكر فيها بقوم حتى في بقى وبتمشي شوية وبروح بعمل حاجات لما زيها وباشح نتليفون وبعدين من منتفه طبعا ما نبلعوش خالص هيتحول لونه ابيض وحيسحب كل السموم بعدين بنغسل بقنا كويس ومنتمضمض ومنستخدم مع جون السنان الطبيعي الواكس بياخد معايا وقت عشان يدوب فانا حصف فيه المصفق اهو انتو خدوا وقتكم في البيت انا حصف فيه الواكس لسه مدبش قوي فحصف فيه هنا شايفين بيطول شوية الواكس لانه بقى جامل تعالوا معايا هنا مخرجنا معانا بصوا ده هيتجمد الواكس انتو خدوا وقتكم في البيت عشان يسيحفظ القطعة الصغيرة هيتجمد ويتحول لده وإحنا النهاردة ده عملناه اغمق شوية ده على بينك ده على احمر صحة الفم والاسنان مهمة جدا صحة الفم والاسنان هي بوابة جسمنا لأي بكتيريا ضرة لقدر الله أي حاجة احنا في بقنا بتدخل في جسمنا احنا في بقناة